السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتكم قناة لوبنا ماهير على فيديو جديد وكموند جديدة وكموند نهار اليوم كانت سريعة سهلة و بسيطة و غدي نشارك معاكم فيها اليوم ان شاء الله هاد الحلوه هادي في نفس الوقت كذلك بدون جنواز بكيك اللي هو جد جد بسيط سهل في تحضير دياله و بمكونات يعني في المتناول كذلك هاد اليميني ديال العجين المورق لي كيجيوا ممتازين سهلين في تحضير ديالهم سبق لي وشاركتهم معاكم في القناة غادي نخلي لكم كذلك الرابط ديالهم في صندوق الوصف غادي يجيوا الصراحة ممتازين رائعين حلوة كتجي رائعة و سهلة فرحوا بها ولداتكم العائلة ديالكم غا نشارك معاكم كل شي ما تنسونيش من واحد اللايك نضلو دابة ديروها و ما تنسونيش من طارتاج بالعائلة والاصديقة هنا اول حاجة غادي نخدم هاد الكيك اللي عندي فيه ثلاثة حبات ديال البيض درطق بيصاد الملح و كاس ديال السكر ثاني ذا القياس من كاس العنبة غادي نضربهم مزيان مزيان غير بالدراب يداوي و غا نضيف عليهم واحد كاس إلا روبع ديال زيت نباتية كيف ما تشوفوا معايا و غادي نخلط كل شي حتى كين دامجوا لنا مزيان مزيان بالنسبة لتامان البنات را غا نخلي عليكم في صندوق الوصف كيف العادة كيف عودتكم دائما هنا غادي نضيف كذلك واحد المعلقة ديال مبشور البورتوكال ممكن تنسموه باش ما بغيتو الفاني او القشرات الحامض لليكم الاختيار و عندي واحد الكاس ديال ياورت من وزن 125 جرام انا درت هذا كالعادي غادي نضيف دقيق اللي هنا اضفت كاس و غادي نضيف 15 جرام ديال الخاميرات الحلويات او لبيكين باودر هنا كيف ما تشوفوا ضفت ساشية في 11 جرام موز تشوية و كان عبار حدايا باش ندير القياس هو هادا الكاس اللي اول هنا يما عندي السوائل كثيرة في هاد الكيك هادا مش هنحتاج كمية كثيرة ديال دقيق و دائما كيبقى على حساب النوعية ديال دقيق اللي يخدمنا بها و على حساب الحجم ديال البيض هادش يعني لا بد درم ميمكنش اعطي القرامات بالضبط ديال دقيق ماشي دائما دقيق كيخرج لنا نفس النوعية و ماشي الحجم ديال البيض كيكون نفسه هنا بعد ما خلط كل شي جبت واحد اللاطة اللي فرشتها بالورق ديال الفران ممكن تهنوه بزيت و ترشوه بشوية ديالتقي الى ما درتوش لورق ديال الفران و غادي نسرحنا اللاطة هادية كبيرة ديال الفران ديال الفران ديال الطول عادي هنا يسرحت كل شي مزيان مزيان كنشاعل عليها من الفران حتى تطلع مزيان كنشاعل عليها من الفق شويغي كتذهب على 180 درجة و كنخرجها هنا نجعل هذا الكيكي طيب و هنجعل العجين المورق كيف مشفسوا معي المول ديال السيليكون كذلك المول العاديين انا عندي هاد الالات هادو كي يسهلو الخدمة ممكن تقبل عاجين بفرشة عادية او لا و تقطعوها كب بكاس او لدائرة ديال الليمول باش ها عفوا المراشن باش كتخدموا الحلوى ليكم الاختيار تديرو كيف ما بغيتو تخدمو كيف ما بغيتو انا هنا كنجي نلبس هاد العاجين هادا او هاد الاقراس ديال العاجين هاد ليمول ديال السيليكون او لليمول الاخرين ديال الحديد مما كان هنحتاجوش قا عنده هنوم لان العاجين مورق كيف ما كتعرفوه في الزبدة بنسبة البنات اللي كي يخدموها في الدار يعني يتخدموها عادية انا هنا كنت من الزروبة وخدمت بكل شي اللي عندي موجود في البيت صراحة كانت لكم ونظفيها شحل من حاجة كيف ما شفته معي راني شاركت معاكم هذيك الحلوى من قبل و هاد الزوج غادي نشاركهم معاكم اليوم ومبيضا نشارك معاكم الفيديو الثالث هنا بعد موجة كل شي 150 حتى يطيبوه على نار مهيلة من كنقول لكم فقط درجة الحرارة وكنسكوت بزنسبة لبزفد يجيوني على هذا الحاجة لو بنووش الفران غير من الفوق وغير من التحت قلتي درجة الحرارة ما قلتيش مني كنقول فقط درجة الحرارة يعني راح من الفوق ومن التحت 150 الماكسيمو باش جينا مقرمشة مزيان مزيان وما ترتبش لينا بسرعة كندخلوهم حتى يطيبوه خرجهم سافي هنا ذاك شي خدمتو بالليل وهنا جيت غادي نبدا نوجد في الكريمة هنا عندي الكيكرا طايب وهدو كليميني كذلك طايبين درتهم في وقت متأخر بالليل وهنا غادي نبدا نخدم لان في العشية خصني خرج هذيك الكوموند يعني عدي نهار فيها ديال اللي خدمت فيها هاد شي جاتني الكوموند بالليل وبديت بالليل بذاك شي اللي عندي موجود وفي العشية خصني نكون موجدها هنا عندي الكريمة شونتي كيف ما شفتو معي بودرة والحليب يعني تخدمو بالكريمة السائلة اول الكريمة شونتي بودرة ليكم الاختيار والكمية كتبقى على حسب انتو ما الكيك اللي بغيتو تديرو الحجم فانا هاد الكيك هذي يعني متوسط زائد هاد كل اليميني كيك تاهو مايا الكريمة فخدمت بها هادك شي كامل اللي وجدت هنا كريمة باتيسياغ بواحد نصيت رو الحليب اولا اقل شوية وكان نضيف الصاشية دي الكريمة باتيسياغ كان خلط غير بالضرب اليدوي بالنسبة لبنات يسولوني بزاف على هاد الكريمة لابنه ما كتطيبه هاشو ما كتطيبه هادية البنات كتكون عادية كتدار غير في الحليب بارد فقط ما كتخصك تزيدي في هاتشي حاجة ولا طيبه هنا عندي الكيك من بعد ما طعب وغطيتهم ازدي لابنه ما ينشوفش لي انا ما طيبتوش بزاف يعني راه غير مدهب خفيف وهنا كنقطع بواحد الايطار اللي غناخد واحد الزوج ديال الدوائر هنا او الزوج ديال اللي باز هنا كيف ما كتشوفو كي يجي يرطب هاد الكيك يجي ممتاز طراحة هاد الزوج ديال الدوائر هما بايش او الباقرة هو اللي خدمت معاكم به هادوك اليميني كيك اللي شاركت معاكم من قبل هنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هنه درت سكار العاصر ديال الحامض والماء اللي غنسقي به الكيك عندي هنا مبعد ما اعقاد هاد الكريم باتيسيا غنضيفه على الكريم شونتي هنا كنت نقصت باش كل النص غناخدم به ولكن هاد اللقطة يلي صورت كل النص غناخدم به حاجة النص خدمت به هاد طورتا و النص الثاني خدمت به هادوك اليميني كيك اللي شاركتهم معاكم من قبل سوف نخلط هاد المكونات بزوج ممكن كنت بغيت صراحة انا خدمت بكل شي اللي موجود عندي في البيت هنه صراحة بالنسبة الكريمة كنت بغيت نزيد عليها حتى الماسكاربوني ولكن ما كانتش موجود عندي هنا كنضيف هاداك الاطار باش قطعت كنزيره على حساب هاداك الجينواز اللي حطيت فيه اولى الكيك كنسقيه بهاداك العاصر اللي يدر ديال الماء والحامض والسكر وهاد الكريمرا ندرتها في بوش و كنحاول نوزعها بالطريقة كتجيني اسهل والطبقة كتجي كاملة مقادة كنضيف الطبقة التانية ديال الكيك اللي عندنا كيف ما شفته معايا طريقة اللي هي جيد سهلة و جينواز واحد اولى كيك واحد تقدري تخدمي منه بزاف ديال الحويج تعمري بهم الطبيلة ديالك في المناسبة ديالك بزاف ديال الحويج هنا بعد ما سقيت كذلك الطبقة التانية كنحاول نطلع لها الجوانب لان ما ما حاجتيش في هاد الكيك انني نفينيها بزاف او لا نبقى ضربة معاها تامار غير غنطلع لها الجوانب ديال لان ديجا غنضير لها واحد ناسترو او واحد الشاريط اللي هو خاص بالحلويات يعني كيغطي الجوانب و كيعطينا حتى واحد المنظر زوين كان نمسح شوية من جناب و هنا دهن تاغي شوية في الوجه باش هكا دوك الوريدات يشدوا لنا بسهولة هنا كندير وريدات سامبل بساطين كيف ما شفتوا معايا كندير نفس الشيء هكا كندير هاد الوريدة و كنجرها في الداخل غير نص وريدة نص وريدة صافي صراحة هاد اللاكوموند كانت مزروبة انا وجدتها باش ضروري خصني خلي هنا كنعمر شوية الفراغات باش شد لي هادك الشاريط هاد الحلوة هاد الحلوة حاولت نوجدها شوية بكري باش تبقفت اللاجاء هكا تشرب لنا هادك الكيك و جينا زوينا ماشي نلحقو هكا و نقدمها لاناني قدمتها تقريبا اولا اعطيتها المواليها معاشي المغرب تقريبا في حالة كيك هاد الشاريط هادا راه موجود وهذا تقريبا ديال رسلاتي هي صديقة ديالي اللي اسبق لي و قلتها لكم خضعتهم من ايبرتوزانو بالنسبة للبنات اللي فتاليان راه موجود هنا عندي هاد الحبة ديال فاكهة تنين كانت موجودة عندي فتلاجة فهي باش خدمت هنا تحاولوا تنقيوها بحال شكل كارموصلينديا ما كينش الفرق نقطعتها شوية هكا من الفوق باش هادك شوية نبقى نخدم بيه حاجة اخرى وبالصح نيت هادك شي خدمت بيه تاني حويش خرا كيفما سبقت الفيديو و شاركت معاكم هادية الفاكهة باش خدمت شوية اللي درت تحت الكريمة هنا كان قطع دوائر هاد الفاكهة ساهلة في تقطاع ديالها و كانت جيهة شيشة بززف اللون ديالها رائع بززف 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 الليبنات رائع اللون في الكاميرا عيت ندور فيها منه 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 من أول و ذاك اللون الاصلي ديالها ما اعطاش واحد الفوشية خاطير واعر واعر هنا جا اللون ديالها بحل باربة هادك شوية طاح غير بشوية لابغت تديرها في شوفوا معايا لبنت شفتوا راكهة تقشر هنا هناك نحاول نطبع بهذا المرشم هذا باش قيجيونا مقادين هنا قطعت على نصف دوائر زينت بها من جوانب وهنا في الوسط شوي ندير فقط شكل متلاتات و غادي نحاول اناني هكا نزين بها الطريقة حاجة لي سهلة و بسيطة شي حاجة اللي كان خصني نديرها من الاختيار ديالي تكون بسيطة يعني ماشي شي حاجة كومبليكي فحاولت اناني ندير شي حاجة زوينة و الحمدولي الله لقعت استحسان ديال الضيوف كاملين و كل شي يعجبهم الحمدولي الله اللهم ملك الحمد هنا هذي المينيتا هم موجتهم الغدلي هتلا فوتو هذي الواحد السيدة فبقاولي ازدت ملع هذك العاجين وهذه هي الحلوى اللي سبق لي وشاركت معاكم في القناة وبالنسبة له هذو كل المينيراني عمرتهم غير بالكريم باتيسيار بالبوق و زينت بشوية ديال الفواكه ما كان شي حاجة اللي اختال فافا كنت مزروبة و وجدت بلا ما نكمل التصوير وهذه الحلوى ديالنكت جيزوي نرشيتها بشوية ديالخشخاش و هذو اللي ميني كيف ما قلت لكم درت شوية ديالعقيق هنا شوية ديالاناناس و هذي الفاكه هذي دخلتها في الحلوى ديالنم فوق هذيك الكريم باتيسيار اللي شفتوني انقصت في الفيديو هي باش عمرت تم عندي التمر معمر فغادي نشارك معاكم ان شاء الله واحد البلاطو ديال التمر معمر اللي غادي اكيد غادي يجبكم ان شاء الله يا ربي انتمنى الفيديو ديالنهار اليومين الاعجاب ديالكم ثمان غا نخليه لكم صندوق الوصف كيف العادة و غا نقول لكم اسلام عليكم يلا كنتو باقي لمدرتو واحد لايك واحد تعليق زوينزلو دا باديرو كيف رحني بزاف بزاف صراحة و غادي نقول لكم انطلاقوا فيديو الجاي بحول الله يلا كنتو اول مرة كاتشاهدوا هذه القناة ما تنساونيش من سبسكرايب تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد الى عجبكم المحتوى و غا نقول لكم اسلام عليكم نلقاكم فيديو قادم بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته